على مدار السنوات الأخيرة احنا شايفين زيادة وطيرة الكلام عن التغيرات المناخية مؤتمرات كتير بتتعامل للحديث عن تغير المناخ والحقيقة في تحذيرات دائمة من خبراء المناخ من ارتفاع درجة حرارة الشتاء بسبب التغيرات المناخية اللي بيقولوا انها بتسبب أضرار بيئية كتير وبتأثر على دورات حياة النباتات والحيوانات المختلفة ممكن اتكلمنا بشكل مفصل وكتير جدا أيام القب او قمة المناخ يعني لا استضافتها مصر وحذرنا او الاعلام حذر ودقنا قصر قطر اكتر من مرة بقصة التغيرات المناخية اللي ممكن فعلا تصيب أضرار كبيرة جدا مش على بس مناخ الانسان ولكن على كل اشكال الحياة هلحدثنا عن الموضوع ده الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة اهلا بك يا دكتور منورة في صباح الخريم مصر دكتور علاء اهلا بحضرتك مرة تانية اهلا بحضرتك يا فندم بحضرتك وباستاذ المشاهدين يا فندم اهلا بحضرتك يا فندم وسؤالنا يعني عن ارتفاع درجات حرارة الشتاء كيف يمكن ان يؤثر على الاشكال المختلفة اللي بيتقاطع او بتتقاطع مع حياة الانسان دورات حياة النباتات دورات حياة الحيوانات الحشرات تأثير المدى قد ايه يا فندم طيب يا فندم هو الحياة البداية احنا طبعا يعني سبحان الله هو يعني الكوكب والنظام الإيكولوجي على كوكب الأرض هو طبعا مصمم يعني على ان يكون هناك درجات حرارة معينة يمكن دي كل الكائنات والانسان والنبات والحيوانات ان هي تقدر تتفاعل وتقدر ان هي تكون قادرة على القيام بما تقوم به من منافع ايكولوجية ومن ما خلقت من اجله بسبب درجات الحرارة الموجودة فيعني زي ما حدثك بتقول كده احنا باللغة الدرجة الترمستات البشري والترمستات دي جميع الكائنات هي في درجة حرارة معينة متوسطة بيقدر هذه الكائنات ان هي تتعامل وتتفاعل مع النظام الإيكولوجي اللي حولها من خلاله لما بيحصل حضرتك اي نوع من انواع التغيرات في هذه درجات الحرارة بتعمل الكثير من الاضطرابات الاضطرابات على مستوى الاداء على مستوى التفاعل مع الكائنات الاخرى الكثير من الكائنات الموجودة سواء نباتية او حيوانية فهي قد تفقد قدرتها على ان هي تتوالد وتتكاثر بل على العكس ممكن انها تمرد وممكن انها تموت وهناك كائنات اخرى قد تظهر طبعا احنا بنتكلم على الاخطر اللي هي طبعا الافات الزراعية وبنتكلم على الامراض التي قد تصيب الانسان وتصيب النبات والحيوان ان هي بسبب انتفاع درجات الحرارة او انتخفاض درجات الحرارة بتقدر تظهر مرة اخرى ما كانتش موجودة قبل كده وابتدت تظهر وابتدت تعيش ويجي بتسبب لنا طبعا مشاكل سواء على مستوى الانسان لان بيبتدين حضرتك يجينا امراض جديدة ما كناش ان احنا عارفينها وايضا بالنسبة للنباتات النباتات ابتدت فيجيلها برضو ايضا فيروسات جديدة وابتدنا نحن نشوف ان هناك الكثير من المشكلات التي تحدث بسبب ما وجدناه من اختلاف بدرجات الحرارة المتوسطة على سطح هذا الكوكب نعم طب يا دكتور احنا بنشوف ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء وكمان في الصيف وده بسبب يمكن حرائق كتير في الغابات سواء ده كان في الصيف او في الشتاء لكن هو ايه اكثر تأثيرا على البيئة فكرة ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء ام في الصيف ولا الموضوع كل متكامل بيأثر بشكل عام على الحياة البيئية هو في الحقيقة اول ناخد الموضوع من قضية الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري معناها ان بسبب وجود بعض الغازات داخل غازات الاحتباس الحراري كربون والميثين الى اخر بسبب زيادة نسبة هذه الغازات داخل الغلاف الجوي بتؤدي الى احتباس الحرارة اكثر داخل الغلاف الجوي يعني بدل ما الحرارة بتطلع بره خارج الغلاف الجوي الى المجموعة الشمسية تانى الى السماء تانى يبنى احتباس كثير من هذه الحرارة داخل الغلاف الجوي يعني كده بنقول عليه غازات الاحتباس الحراري طيب ما يؤدي اليه زيادة الاحتباس الحراري هو زيادة درجات الحرارة داخل الغلاف الجوي وما يؤدي ذلك من تغيرات مناخية اخرى يعني درجة الحرارة دي حضرتك تعتبر يعني كله من الشيء الكبير يعني جزء من الكل يعني التغيرات المناخية هي ظاهرة اكبر واشمل وقعام من مجرد اتفاع درجات الحرارة ليه؟ لان ما يصاحت ظاهرة التغيرات المناخية هي ان هناك تغيرات قصوى في درجات الحرارة ما بين صيف شديد الحرارة الى شتاء خارس البرودة الى امطار بتنزل بدل ما الامطار كانت تنزل متوسطة من الممكن ان تكون هناك امطار كثيرة جدا وسيول عارمة درجات الحرارة ممكن تبقى عالية جدا في فصل الصيف يمكن انها تصل الى الجفاف وتصل الى درجات مرتفعة جدا يمكن ده اللي برضو بيخلينا نسأل ويمكن ده سؤال فقرتنا يا دكتور يعني تأثيره يعني على سبيل المثال لو كلمت عن دورة حياة النباتات عارفين ان البن مثلا بيطلع في اليمن او اثيوبيا المانجا افضل حاجة بتطلع في مصر تغيير الدرجات الحرارة والتغيرات المناخية هل ممكن يعني يعمل بعض التبديلات والتحويلات في خريطة الزراعة ايضا ايوة فادي خريطة الزراعة حضرتك بتتغير بسبب او الدورات الزراعية بتتغير بسبب التغيرات المناخية علشان كده حضرتك احنا بنقول ان في ظل وجود مثل هذه التغيرات المناخية والتغيرات القصوة في درجات الحرارة والرطوبة ونسبة الامطار والجفاف الى اخر الدورات الزراعية حتى تتغيروا لابد ان احنا نقوم ما يعرف في استراتيجيات التكيف والتصديت استراتيجيات التكيف معناها ان كيف يمكن ان احنا نطوع ما لدينا من سياسات زراعية وارشان زراعي حتى يمكن ان نتوافق ونتأقلم مع ما هو قاتل من تغيرات المناخية كل الكلام ده حضرتك نستعدله وبنعرف ان دلوقتي لابد من استنباط شتلات زراعية او بذور زراعية قادرة على مقاومة الجفاف وعلى او ان يكون فيه امطار اكتر او نسبة رطوبة اقل او يعني لازم لاستعد لما هو قاتل وكمان مش كده او بس ان هذه الشتلات او البدور الزراعية لازم تكون قادرة على مقاومة الافات الجديدة اللي حتطلع اللي احنا لسه منتظمنا مش عارفين في خريطة تانية طبعا الافات دي بالتأكيد يا دكتور ربنا يسطر علينا وان شاء الله يعني اكيد فيه يعني استعدادات فيه كل الهيئات سواء الدولية او المحلية المعنية بالبيئة والزراع بنشكرك يا دكتور دكتور علاء سرحان واستاذ الاقتصاديات البيئة شكرا جزيلا لحضرتك